هلو جينيور 5 ستودينس ان ديس فيديو حنحلم مع بعض المينيستري كوستينز بتاعة الهومورك بتاعة اول شهر اكتوبر تمام كده جمعتها كلها واول واحد ده اللي هو اخر ويك موجود اول ويك قصدي موجود اخر واحد فما تقلقوش يعني لو لقيتوني ببدأ بين اول تاني ويك اول حاجة حنبدأ بيها الهومورك اول حاجة حنبدأ بيها مين الكمبونت اللي موجودة في الplant اللي ممكن ان هي توابزور دي سنلات دي سنلات نمبر اول سيكون بي بغرين كلوروفيل اتفقنا ان الplant في الليف بتاعته فيها الكلوروفيل فيها الستومata الستومata there are several types of leaves including white flat leaves such as the leaves of banana tree ميز احنا دي ما خدناهاش معاك كل الحق احنا فعلا ما خدناهاش بس موجودة في الاسئلة الوايد الوايد ليفز دي موجودة عند البانانا تري البانانا تري قلنا عندها نارو ليفز دات لوك like ان ايدل لكن البانانا تري is what is the ويد لات ليفز وقلنا الغريبس دي ما لها الغريبس دي كلنا تكلمنا عليها في البارت بتاع اللي stem قلنا vine خلاص كده او اللي هي climb stem ودي اللي اسمها vines the potato plant is known to have a dot system that extends underground a tuberous وتشوبرous هنا دي معناها ايه معناها ان هي tuber يعني تمام فاسمها تشوبرous تمام طيب نيجي بقى لل right and wrong photosynthesis occurs in plant seeds this is going to be wrong اتفقنا الفوتو synthesis بتحصل في الكتشن بتاع الplant اللي هي مين الكتشن تاع plant اللي تمام كلورو فيل gives the plant its distinctive green color that's right طيب xylem carry glucose from the leaves to the rest of the plant الزايلم بياخد الغلوكوز من leaves لل rest of the plant غلط الزايلم مش بيعمل كدا الزايلم بياخد ايه بياخد الزايلم 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 مين اللي بيعمل كدا بقى بياخد الزايلم الزايلم or you can't answer anything, you can just write it, أو حتى لو أنا مثلاً في حاجة حسيت أن الإجابة اللي أنا عملاها مش هي اللي المفروض أنت مقتنع بيها, اكتب لي بس في الشات وأنا حبص على طول وأقول لك إيه الصح أو أنت ليه فهمت كده. تمام؟ ونصلحها مع بعض. طيب. أوكي. ندخل بقى في بعد كده. stem that extend horizontally on the surface of the earth and help in the formation of new plants such as strawberry plant. ميس ما خدناشاً للstrawberry plant. والله عايت. معلش حقك علي. بس إنت أخدت الextend horizontally on the surface of earth. اللي هو مين؟ اللي هو الرنر. stem. وأخدوا اسمه بس. مش آخد الإيه. مش آخد الإسم بتاعه. أو سوري. مش آخد الإجزامل عليه. بس معلش هو حططها لنا. فإيه خلاص اللي هو الرنر stem. ده اللي هو زي الstrawberry plant. تمام؟ small openings. وكلمة horizontal بس قبل ما عدي حتة دي. horizontal يعني بالعرض. إحنا دي خدناها. فهي بكدقى runner كده على الأرض. وبيطلع إيه الplant بالشكل ده. تمام؟ أو أكيد. يس. 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 عايد. لا. تمام؟ فهمه أزم. طيب. small openings in the leaves of the plant through which the air passes. قلنا؟ ستمة. تمام؟ ستمة. طيب. a process that occurs inside the leaves of the plant to make its food. هتبقى مين? ال photosynthesis. تمام؟ وعلى الرغم من ال photosynthesis دي. it's very easy. تمام؟ ساعد احنا بننسيها. طيب. thick and solid stems such as roots of trees and shrubs. ركيدي دلوقتي وسيبت من أي حاجة دانية. ركيدي معي أو تحليه بعد. thick and solid stems such as the roots of the trees and the shrubs. thick and solid stems that such as the roots of trees and shrubs هتبقى wood stem ندخل فيه اللي بعد كده الاحطان اهلا الشيء الأمل يلاowینه الب Renault المصنط Way المصنط Way المصنط Way من الصراعين الجانب سيحد Facebook إلايييه المصند العنز edge الحكرا للعناة الإصطار the plant will absorb the carbon dioxide وخد بالك من حاجة الcarbon dioxide ده بسميه إيه بسميه الused gas ده كده used gas في الphotosynthesis process هي carbon dioxide اللي هو بنقول عليه يا إما يوز يا إما بنقول عليه absorb تمام ركز في الحتة دي كويس أو لكن لو أنا بقول released أو produced gas في الphotosynthesis هيكون الoxygen gas يبقى ده إمتى إمتى الكلام ده بيحصل in أو during the photosynthesis الكلام ده هيحصل during the photosynthesis this is going to happen during the photosynthesis تمام وكلمة photosynthesis على الرغم من إنها سهل إلا أن أنتو تنسوها عادي فخد بالك it's the process that's done by the plant to make its own food تمام كده تمام كده طيب نيجي لل both right or wrong the arteries the veins in the human body are similar to the vessels of xylem and phloem in transporting the water and food this one is going to be right تمام كده glucose glucose provides plant with energy that needed for growth and survival الغرس بالغلوكوز قصدي بيدي provides يعني give the plant energy that is needed for growth and survival this one will be right blood moves in arteries and veins in two directions إنتو بتفكروا هنا نبينشي في الارترين في direction والذين في direction تاني فصح لا غلق it's in one direction خلص كده it's in one direction vessels that transport water and nutrients from the roots to the other parts of the plant الوضع اللي بتشيل water with nutrients from the roots من الروت to the other parts of the plant will be what will be the زايدل لإنه قال from the roots to the other parts of the plant okay okay تمام طيب نكمل يبقى البسل اللي بتاخد الواتر والنتrients من الروت للأother parts of the plant will be the xylem طيب number two the vessels that transport blood rich in carbon dioxide and a little oxygen and nutrients from parts of the body to the heart بصوا البسل اللي بتاخد blood rich in carbon dioxide فأنت تركز هنا على كلمة blood rich in carbon dioxide الكلمة هذه الجملة التي تركز عليها من البسل اللي بتاخد blood rich in carbon dioxide هتبقى مين هفكروا فيها كده وبعتوا هالي يالله بسرعة قولوا هتبقى ايه هوقف واسأل استنوا نعمل بوز recording اسم recording اوكي يبقى زي ما قلنا زي ما انت قلت براو عليكم آه vessels that transport blood rich in carbon dioxide and a little oxygen and the nutrients باك من باكت الجملة ركز لدي blood rich in carbon dioxide اتفقنا مين وباك to the heart يبقى ال veins طيب a group of tubes that transport important nutrients in one direction between the parts of the plant this xylem in plant transport system لانه مش محدد بالظبط بيشيل ال nutrients دي من لفين عملها ازاي فانت ممكن تقول ها الزي الم موجودة في plant transport system هي اللي بتشيل ال nutrients in one direction between the parts of the plant تمام كده سهلة كده اوكي طيب نكمل طيب fourth week back dots organism increase the soil fertility مين ال organism اللي بيزول ال soil fertility اللي حيزول soil fertility هو اللي حيزول ال nutrient طب مين اللي حيزول ال nutrient and decomposers all of the following are considered as a producer organism except مين كل دول producer ما عدا مين وخد بالك من كلمة except انتو بتنسوها ال rabbit لان carrot it's a producer it's a plant el grass it's a producer الكاكتس اللي هو ايه اللي هو الصبار it's also producer مين الوحيد اللي is not considered as a producer the rabbit which of the following is a correct example of food chain مين في دول هتبقى correct food chain هتقول لي وانا حاو دقرى كل واحدة فيهم عشان اعرف مين الصح ومين الغلط لا انت هتعمل ها بفريقة أسهل من كده بكتير هتبص بس على مين في دول هتبدأ ب grass او هتبدأ ب plant هتقول خلاص كده تعالي كده سويني mouse snake grass hook fish algae كلهم غلط هي بس ايه هي دي بس اللي هتنفع مع عين استنو بس ادي بالقلم الصح ايو بس كده تمام هي دي الوحيدة اللي هتنفع هتقول لي مين بكتيريا ايه وبتاع ايه على اعتبار يعني ان البكتيريا هي اللينك الاخير فلما الدير هتموت البكتيريا هتاكلها تمام هتاكلها يعني تعمل لدي composition يبقى احنا هنا هنقول which of the following is correct لو قلت الماوس eaten by the snake وبعدين the snake eaten by the grass لأ طيب الrabbit eaten by the carrot هبل طيب الهوك والفش والألبي اكيد لأ برضو يبقى هي الوحيدة مين grass ودير وبكتيريا دي امثب واحدة طيب which of the following organism could end the food web مين في دول ممكن تنهي الفود وب البكتيريا وال food chain هتبقى bacteria and fungi هي دي اللي ينفع انهي بيها الفود chain في الغالب ما كناش وإحنا بنرسم بنحطها لكن هي اللي لو تفتكروا في درس كده كنا قلنا ان ال في اي food chain اول حاجة في food chain بتبقى اخر حاجة او producer اخر حاجة دايما بتبقى decomposer the line is a consumer organism yes that's right محددش نوعه عادي مش مشكلة humans are the main source of energy on earth ال human هم المصدر الرئيسي لل energy on earth طبعا دا كلام فارغ it's the sun in the ecosystem energy is transferred from one organism to another في ecosystem ال energy transferred وتتنقل from one organism to another this is right طيب the path of energy flow from one organism to another ال path of energy flow from one organism to another ال path one path ما قلقش اي حاجة تانية فحتبقى food chain تمام طيب a process in which a plant obtains energy a process اللي فيها الplant بيعرف you obtain energy بتاعت حتبقى photosynthesis a system consisting of living organism and non-living things حتبقى l-ecosystem berab berabu ya lola شطرة شطورة super طيب dots is one of the basic needs بصوا هنا ده كان أول واحد اللي ملقناهوش ده في الأول خلاص فموجوده في الأول طيب dots is one of the basic needs of the plant هنا هتبقى الair اوها تكتب السويل سويل is not a basic need تمام؟ هتبقى الair طيب the dots transport water from the roots to all the parts of the plant it will be the stem لا حبيبي air okay air air is the basic need يا عمر مش عارف انت بتقواب على ايه بس ماشي the plant makes its food which is what through the process of photosynthesis the plant makes its food which is sugar طيب the dots absorb water and salt from the soil هنا الصول تدي اللي هي المنرال يعني او اللي nutrients فهنا هتبقى الروت طيب roots absorb life from the sun الروت absorb life from the sun طبعا روانده 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 فالس plants and humans does not depend on themselves to get to obtain food الplant and the human does not depend on themselves to obtain food مش بيعتمدو على نفسهم to obtain food دي رأيكم فيها خالط ليه لأن the plants depend on itself to obtain food طيب soil is considered as a basic need for the plant to grow السويل عبارة عن أو بتعتبر basic need for the plant to grow this will be wrong ليه لأن اتفقنا إن السويل مهمة بس في الانتشيال growth it's not important فعلشان كده بنقول ويقدر الplant إنه يكبر من غير السويل فالسويل is considered as a basic need this is wrong the plant absorbs water from the soil through the root الplant بياخد water من السويل عن طريق الرؤوس الplant absorbs water from the soil through the roots that's right the plant uses natural resources to grow and flourish صح الplant محتاج إنه يستخدم natural resources اللي هي زي water air sun light but this is gonna be right تمام اخر حيقة the leaves the roots the stem تعالا نشوف mention one function ال leaves absorb absorb sun light ok and can also absorb carbon dioxide تمام to make auto sun cases واكتب لي كده absorb sunlight through m عندها chlorophyll اللي هو ما تسبلوش حاجة يباقي والcarbon dioxide عندها stomata تمام to make to make photosynthesis to make the food of the plant from the roots to the leaves, okay?